احمد بدوي رئيس لجنة الصلاة وتكنولوجيا المعلومات مساء الخير على حضرتك كنت بتكلم عن لقاء وزير مالية النهاردة مع شركة فيسبوك عشان تحصيل الضرائب على الاعلانات هل مشروع قانون او هذا الامر ايه اللي ممكن نحصله تحديدا وده ممكن ده خلينا قديه وليه احنا بدئين نطبق هذا الامر الان وليس قبل سنوات طيب خلينا اقول حضرتك ان الموضوع ده من الموضوعات المهمة جدا مش بس يا حمد بي عشان تحصيل الضرائب من الموانين بس خليني بس لكن بعض بعض التعارف طبعا الصفحات التي تحرط على الشائعات والاكاذيب يحولوا كلامنا من فرض ضرائب على الفيسبوك لفرض ضرائب على مستخدم فيسبوك لازم نفرق يعني طيب هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا ويمكن قبل موضوع الضرائب خلينا اكد لحداك ان الاعلانات الوهمية اللي بيتم نشرها لدرجة ان الامر وصل لحد بس صفحات على السوشيال ميديا اكتر من حوالي 2500 صفحة بتعلن عن ادوية للضغط والسكر والتخسيص وعلاج للقولون وهي مجهولة المصدر تماما واحنا عندنا حالة في المنطورة اقولها الحرق النهاردة كنا بنتناقش فيها لعروسة تناولت قبل فرحها بسبوعين تناولت عشاب للتخسيص او دول التخسيص خدته من خلال السوشيال ميديا ومن خلال هذه الصفحات واصيبت باغماء وتم نطلها المستشفى وتباين ان هذه الصفحة مجهولة المصدر ولم نصل الى او لم يتم الوصول الى مين اللي عمل هذه الصفحة فهي القصة حماية صحة المواطنين وحماية المواطنين في المقام الاول من هذه الاعلامات الوهمية لذلك احنا يمكن طلبنا الحكومة مؤخرا قبل نهاية الفصل التشريعي في ان احنا يسلمونا مشروع قانون المعاملات الالكترونية والمعروف اعلاميا بالتجارة الالكترونية ويمكن انا تحدثت مع سيد وزين مالية في العديد من الدقاءات ووضع معايير ووضع توابط ويمكن سيد عمري طلعت وزير السلاة والكتورج المعلومات كنا بنتحدث ايضا بالامس عن هذا القانون ان شاء الله هيكون عندنا في بداية نوفمبر القادم قانون المعاملات الالكترونية اللي هو التجارة الالكترونية لتنظيم هذه الاعلانات على السوشيال طيب ايه اللي ممكن حاجة بتقول لي ان احنا بنحمي الناس يعني ده مش للسخدام ولكن ليه الاعلانات فقط وليس من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لا حماية ديانات المواطنين ده شيء مهم من تحدثك انا يمكن تحدثت معك من قبل في ان احنا عندنا قوانين السوشيال ميديا دي عبارة عن مسلس احنا عندنا ارتباءنا في قانون تقنية المعلومات والمعروف اعلاميا وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية وده صدق والسيد رئيس الجمهورية صدق عليه مؤخرا ويمكن دلوقتي اللايحة التنفيذية خلاص انتهت عندنا القانون التاني وقانون حماية البيانات الشخصية وده هنقشه ان شاء الله في ده احنا انتهينا منه كلاجمة التقنية وتقنية المعلومات مهائيا وهو الان في الامانة العامة العرضه على بداية الجلسات العامة في بداية الفصل التشريع ان شاء الله بيقول ايه اهم ابنوده ايه اهم بالنسبة لتقنية المعلومات تخلوها الجريمة الالكترونية ولا حماية البيانات الشخصية حماية البيانات طيب حماية البيانات الشخصية ده نتعرف طبعا ان معظم يعني للأسف شديد اقتحان شخصية المواطن بشكل جدير جدا خلال الفترات طب ايسا فيش خصوصية للمواطن بشكل جدير جدا فهذا المشروع مشروع القانون اللي بيدم تسعة واربعين مادة بيحمي بيانات المواطنين في شكل جدير جدا 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 وهذا القانون يمكن احنا كلجنة حافزنا فيه ايضا على الاستثمار خطال حدث لان يعني قوانين السوشيال ميديا خاصة الانفذات احنا داخلين على مرحلة التحول الرقمي فلازم يبقى عندي قانون حماية البيانات الشخصية لتشجيع الاستثمار خاصة للمستثمرين سواء من مصر او خارج مصر اللي يستثمروا في مجال الصلاة وتكونوجيا المعلومات ودول منتظرين هذا القانون قطال حدث المسلس لان ولم يكتمل الا لما نناقش قانون اللي هو اتغارة الالكترونية فان ده مهم جدا جدا اللي هو المعاملات الالكترونية لا سيد النائب لو انا النهاردة بيانات سين من الناس ايه الخطر ان من اللي ياخد هذه البيانات يديها لأي جهة يعني لو بيروح نقابة من النقابات مثلا عشان يدور على اسم احمد مثلا هل ده يعتبر خصوصية انه حد في نقابة ما او في جهة ما يدي بيانات شخص من غير اذنه دي جريمة لا احمد مش موضوع بياناتك في روح لانت انت مثلا في نقابة الصحفيين انت كده كده بياناتك مدحك كده النقابة اللي انت عده فيها انما مثلا زي الوضوع مثلا زي شركات الحشرات اللي هي الاعلانات اللوامية اللي بتجيلك تخش زائد شركات اخرى بتيجي تنتهج خصوصياتك بشكل جدير جدا لا مش من حق الشركات اصلا اللي انت شبكة المحمول بتاعتك عليها ان هي تتيح بياناتك للجميع طيب اذا كده بتكلم على الشركات المحمول طبعا ممنوع انها هتدي بياناتك لأي حد لا طبعا انتحدك كده 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 زي ما قلت الحدق انتحدك وطحت موضوع النقابات انا مثلا طبعا قطف صحفيين نقاط زراعيين او جهة عملي متاحة انما الشركات اللي هي الاخرى زي بتاعت موضوع شركات الحشرات او الشركات الاخرى دي طبعا دي بياناتك دي خصوصياتك المفروض ما تخرجش اذا وفقت انك في جيلك مثل هذه الاعلانات فالشركة بتكلمك انت ما فيش مشكلة بمواصلتك انت خلاص تجي لها مثل هذه الاعلانات على فليفونات اه بالليه ومبعتين لك رسالة شركة كذا مبيدات ايه حاجات اه اه دول واخدينها من شركات الصلاة اه من شركات الصلاة ده مخالف القانون ده مجرم ده مجرم